أكد عضو مجلس النواب العراقي النائب وليد السهلاني خلال تصريح خاص لقناة زاك روس على ضرورة عدم تأخير رواتب موظفي قليم كردستان لأي سبب كان لافتاً إلى ضرورة تعديل قانون الإدارة المالية لتخصيص المبالغ والصرف في حال تأخر إقرار الموازنة إلى التصريح في الموازنة التشغيلية بدءاً من الموازنة التشغيلية الآن نفقاتها كلش كبيرة قياساً مع حجم الواردات للدولة وهي أصل المشكلة باعتبار العجز الآن كبير الموازنة التشغيلية أكثر من 133 تريليون فضلاً عن ذلك الموازنة التشغيلية تقريباً بمبلغ معين هناك نسبة أكثر من 60 تريليون الموضوع الأساسي في الموازنة يعني هناك بعض الأخطاء تحتاج إلى معالجة بدءاً من السياسة المالية للدولة العراقية يعني تحتاج إلى أهداف واضحة في تحقيق البنية الاقتصادية موضوع أنه نحاول أن نعرف أنه تقلبات السوق النفطية ما تقدر تحدد أنه يعني مساحة ثابتة أو لون ثابت للأموال باعتبار أنه نتحدث عن نهاية السنة والسنة والسنة التي تليها ثلاثة سنوات فمن تتكلم على ثلاثة سنوات من الضامن إلا أن السوق النفطية باقي ثابت على سعر معين هذه نقطة أساسية يجب أن تطرح الجانب الثاني أنه إحنا عندنا مشكلة أساسية في كل السنوات السابقة أنه الموازنة تقر شهر الخامس السادس تحتاج إلى مصادق رئيس الجمهورية مع تعليمات وزارة المالية بالتالي أنه نخضع القانون العقد الحكومية كمحافظات وكوزارات تتأخر إلى 1 على 12 وبالتالي يتوقف قضية الصرف للمشاريع حتى نعالج هذه المشكلة طرحوا قانون ثلاثة سنوات للموازنة ولكن هذا الموضوع ليس بها طريقة ممكن أن نعالج من خلال تعديل قانون الإدارة المالية في ضمان حق التدوير يعني أنت قانون الإدارة المالية شأطى حق تدوير الأموال ولكن بدون أحقية الصرف إلا بعد قرار الموازنة ممكن يضمنها حقية التدوير مع حقية الصرف التي تعد من قبل الموازنة التي تشرع في وقتها النقطة الأساسية لاحظنا في الموازنة فيها لون مركزي يعني أغلب الموازنة موازنة وزارية المحافظات ما عطيت لها أولوية خمسة رليون المحافظات مع الحاجة الملحة والتحدي الأكبر الذي واجه المحافظات باعتبارها الحكومة حكومة خدمات هدفها الأساسي تحقيق برنامج الحكومة من خلال يعني معالجة تحدي الأكبر وتحدي الخدمات موضوع مهم جدا ملقى على عاتق حكومة الإقليم ملقى على عاتق حكومة بغداد يعني إحنا الموظف المفترض من عنده أن يصرف له راتبه وهذا الموضوع غير قابل للمزايد وغير قابل للمجاملة بتاتا وبالتالي نسأل ما هو السبب الذي يعني يؤخر رواتب الموظفين ليش موظفين كردستان تتأخر موظفين يعني الحكومة المركزية أقصد في بغداد من تتأخر شون السبب؟ لابد أكو خلال خلال أما في المالية في الأقليم كردستان أو الخلال وين؟ في موضوع الأموال إذا كان موضوع الأموال يحتاج إلى معالج اليوم المواطن الكردي مواطن هو عراقي حال حال المواطن في البصرة وفي الناصرية وفي بغداد من حق أن يصرف راتبه هذا الموضوع أيضا لابد أن نؤكد عليه وبشكل كبير جدا في موضوع الموازنة